الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فحياكم الله في المحاضرة الرابعة من المحاضرات في هذه الوحدة التي هي الوحدة الخامسة وهي تتحدث كما ذكرنا سابقا عن الخبر المقبول بأقسامه وهما الحديث الصحيح ومباحثه والحديث الحسن ومباحثه في هذه المحاضرة نستكمل المسائل التي تكلمنا فيها فيما سبق عن الحديث الصحيح فالمسألة الحادية عشرة ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان بمعنى هل كل الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري ومسلم تعتبر صحيحة؟ طبعا مرغبنا أن البخاري ومسلم لم يدخل في صحيحيهما إلا ما صح وأن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول فما هي الأحاديث المحكوم بصحتها والتي تلقتها الأمة بالقبول؟ يا ترى الجواب على هذا أن ما رواياه بالإسناد يعني ما رواياه متصلا بإسناده فهو المحكوم بصحته إذن ما وجد في الصحيحين من الأحاديث وهو مروي بالإسناد المتصل من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا محكوم مجزوم بصحته وهو ما تلقته الأمة بالقبول وأما ما حذف من مبدأ إسناده راون أو أكثر فهذا لا يحكم بصحته بل فيه تفصيل هذا الذي يعني حذف من مبدأ إسناده راون أو أكثر يسمى المعلق وذلك كان يأتي البخاري فيحذفه شيخه ومثل عبد الله بن يوسف في مثال سابق مرة معنا يحذف شيخه ويقول قال مالك عن نافع عن ابن عمر أو يحذفه شيخه وشيخ شيخي يحذف عبد الله بن يوسف ويحذف مالك ويقول قال نافع عن ابن عمر وهكذا هذا يسمى معلق وهو في البخاري كثير لكنه في تراجم الأبواب يعني في عنوين الأبواب وفي مقدماتها ولا يوجد شيء منه في صلب الأبواب البتة أما المعلقات في صحيح مسلم فليس فيه من ذلك يعني كما قال مصنف إلا حديث واحد في باب التمم لم يصله في موضع آخر والصحيح أن فيه ربما أكثر من ذلك قليلا ربما أصلها بعضهم إلى 12 حديثا معلقة على كل حال المعلق هذا لا يأخذ نفس حكم ما رواه البخاري أو مسلم متصلا وإنما له تفصيل وحكمه كما يلي أي المعلق ما كان منه مرويا بصيغة الجزم يعني كان يرويه البخاري أو مسلم فيرويه يقول قال وأمر وذكر فهذا مروي بصيغة الجزم فهو حكم بصحته عن المضاف إليه وما كان مرويا بصيغة ليس فيها جزم يسميها العلماء صيغة التمريض ما لم يكن فيه جزم وإنما كان تمريضك يروى بالبناء المجهول ويذكر ويحكى وروي وذكر فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه ومع ذلك فليس فيه حديث واهن لإدخاله في الكتاب المسمى بالصحيح أي في صحيغة البخاري المسألة الثانية عشر وهي مراتب الصحيح مرغبنا أن بعض العلماء ذكروا أصح الأسانيد عندهم فبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحة يمكن أن يقال أن للحديث الصحيح مراتب أعلى مراتب الحديث الصحيح وهو ما كان مرويا بإسناد قيل فيه أنه من أصح الأسانيد كمالك عن نافع بن عمر وهو مروي عن البخاري ودون ذلك رتبة ما كان مرويا من طريق رجالهم أدنى من رجال الإسناد الأول كرواية حماد بن سلم عن ثابت عن أنس وأقل من ذلك مرتبة وهو مرتبة ثالثة ما كان مروية من تحققت فيهم أدنى ما يصدق عليه مصف الثقة كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة يلحق بهذا يعني بهذه التفاصيل يلحق بها تقسيم الحديث إلى سبع مراتب وهي كالآتي المرتبة الأولى ما اتفق عليه البخاري ومسلم وهو المراتب المرتبة الثانية من فرد به البخاري والثالثة من فرد به مسلم والمرتبة الرابعة ما كان على شرطهما ولم يخرجاه المرتبة الخامسة ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه والمرتبة السادسة ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه والمرتبة السابعة مع صحة عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لا يكون على شرطهما المسألة الثالثة عشر وهي شرط الشيخين ما هو شرط الشيخين؟ لم يفصح الشيخان عن شرط شرطاه أو عيناه زيادة على الشروط المتفق عليها في الصحيح لكن الباحثين من العلماء والمحققين ظهر لهم من خلال التتبع والاستقرار لأساليبهما أي البخاري ومسلم ما ظنه كل منهما أنه شرطهما أو أنه شرط واحد منهما وبناء عليه فأحسب ما قيل في ذلك لأن مسألة مختلفة فيها أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أي أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين أو أحدهما مع مراعاة كيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم عن هؤلاء الرجال فإذا قيل على شرط الشيخين أي أن على رجالهما المسألة الرابعة عشر وهي ما معنى قولهم متفق عليه؟ معنى قولهم متفق عليه؟ أي اتفاق الشيخين البخاري والمسلم على صحة هذا الحديث لا اتفاق الأمة على ذلك هذا مقصودهم بقولهم هذا الحديث متفق عليه إلا أن ابن الصلاح قال لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول آخر مسألة عندنا متعلقة بالحديث الصحيح هل يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا؟ يعني أن يكون في كل طبقة من طبقاته راويان الصحيح والله أعلم أنه لا يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا بمعنى أن يكون له إسنادان لأنه يوجد في الصحيحين وغيرهما أحاديث صحيحة وهي غريبة ومنها حديث إنما العمال بالنياث كما سبق وزعم بعض العلماء ذلك أي زعم بعض العلماء أن كل حديث في الصحيحين فهو عزيز وممن قال ذلك أبو علي الجبائي المعتزلي والإمام الحاكم وقولهم هذا خلاف ما اتفقت عليه الأمة والله أعلم وصلى الله عنه بنا محمد وبهذا نكون انتهينا من جميع المسائل المتعلقة بالحديث الصحيح ونبدأ في القسم الثاني في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى شكرا